موسيقى 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 الجهاد الروحي أو الجهاد في المسيحية ماذا نقصد بكلمة الجهاد الروحي أو الجهاد في المسيحية أكيد نحن الشرقيين عندنا معلومات معينة سواء معلومات دينية أو سياسية أو عسكرية اللي منحاول ننسب هذه الكلمات ليه الكولتشر ليه الخلفية والعدات والتقاليد اللي احنا عايشين فيها ايه بالضبط كلمة الجهاد الروحي أو الجهاد المسيحي كيف نفهمها وكيف نطبقها وكيف نعيشها وكثير أمور في حياتنا محتاجة أنه تتغير وكثير من المسيحيين يتهمون بكلمات أو بجمل وهي بعيدة كل البعد عن كلمة الله والكتاب المقدس فإذا حديثنا اليوم رح يكون من كلمة الله من الإنجيل المقدس حول هذه الكلمة ونشوف كيف رجال الله اتعاملوا مع موضوع الجهاد الروحي ونشوف جمال ورونك وروعة هذا الموضوع إذا فهمنا هذه الكلمة بشكل صحيح فأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة حتى نلقي الضوء على هذه الكلمة وعن الجهاد الروحي في المسيحية وأصلي من كل قلبي اليوم هذه الكلمة تقودك إلى خطوة عملية وهو أن تعرف المسيح معرفة شخصية ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور من خدمة نور لجميع الأمم بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة والموضوع اليوم موضوع كتير كتير مهم ولسيما فيه مغالطات وأفكار مغلوطة في هذا الموضوع فقررت في هذه الحلقة أن نلقي الضوء على بعض المعلومات حول الجهاد الروحي وحول الجهاد المسيحي خليني أبتدأ أول شيء أن أقول أنه الجهاد في المسيحية ليس وانعاوز يعني أسرد بعض الأمور بعض يعني الأفكار اللي كتبتها وعاوز أشاركها معكم الجهاد في المسيحية ليست قتل الأعداء أو الاحتلال أو الغزو باسم الدين ولا التخلص من كل ما يخالفنا الرأي الجهاد في المسيحية ليست استباحة أملاك أو أعراض الناس ولا التبرير بالمسميات الكثيرة لكنها مبطنة بأفعال مشينة مثل الاغتصاب والصرقة والتشريد والقهر على قبول ديانتي أو معتقدي فهذه ليست في المسيحية وأيضا الجهاد في المسيحية لا تعني حمل الصليب والذهاب إلى المعركة يعني كتير من تشوف حتى في تاريخ الكنيسة في بعض الأمور المشينة كان يروحوا للمعارك حاملين بيمشوا وراء صليب ليس هذا هو الجهاد الروح أنك حامل صليب وماشي وراء الصليب إلى المعركة هاي الأفكار كلها ضد روح المسيح ضد تعليم المسيح وضد طبيعة المسيح وضد المسيح يعني رسالته وإرساليته بشكل عام ثم حباء الجهاد المسيحة أو الجهاد الروحي لا تعني الذهاب للحرب الغير مقدسة وتسميتها استشهاد في سبيل الله فمكتوب عن الشيطان أن الشيطان هو القتال وهو الإرهابي واللس الذي طبعا يقتل والذي يدمر والذي يهلك الناس وهو الذي يدمر الممتلكات لأنه هو المخرب وهو أيضا المجرب فإذا أحبائي الجهاد المسيحي في كل بساطة إذا أردت أن أشارك في بعض الأفكار هو قبول أحبائي وحمل الصليب ثم هو التحرر من الذات والجهاد هو رفض الخطية كليا والجهاد هو أن نتشبه وأن نتقدس بالمسيح الجهاد هو قبول الاضطهاد وقبول الآلام أيضا ليست مجرد الأعمال البشرية الظاهرة لكن نتكلم عن إخضاع الذات لربوبية المسيح وقمع الجسد بكل الأشكال ونعتمد طبعا من ناحية تاني ناحية إيجابية على نعمة الله وعلى رحمة الله بالكامل وأن ندرك كل الإدراك كما قال يسوع المسيح لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا ثم أحبائي كما قال رسول بولوس إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فهي عملية قمع للجسد وإماتة طبعا شهوات الجسد والذات والعالم أيضا مكتوب في رسالة فليبي فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد لاحظ الكلام مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل غير مخوفين بشيء من المقاومين الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك وأما لكم فللخلاص وذلك من الله ثم بيستمر الرسول بولوس بيتكلم لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله يعني باختصار أنه جهاد الشجاعة والمواقف المشرفة وعدم الخوف أنه جهاد الحب أنه جهاد السلام والصلاح وعمل كل خير من أجل البشر كما ترى أحبائي غير مقصود بالقتل أو الغزو أو الاحتلال تعرفوا أحبائي واحدة من الآيات اللي لمست قلبي أنه يسوع المسيح أمام الوالي بلاطوس عم يحاكم من الوالي بلاطوس ومنشوف أنه يسوع كان حازم حاسم متمالك نفسه وأعصابه هو سيد المواقف حتى عند المحاكم معارف أنه بعد ساعات سيكون على الصليب لخلاص البشرية ومع كل هذا كان واقف بثبات لاحظ الكلام قال يسوع لبلاطوس وقت المحاكمة أو أجاب بلاطوس ألعلي أنا يهودي أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي ماذا فعلت شو الجريمة اللي اعملتها أجاب يسوع مملكتي وهون لازم نتبه كتير كتير مهم بموضوع الجهاد مش حرب مع الناس والعالم والقتل والذبح والتشريد كما شفنا مع داعش لا أحبائي أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت انتبه للكلام لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون يعني الديانات الأرضية الحرس والجيش والخدام يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود ولكن الآن ليست مملكتي من هنا يعني المسيح بكل اختصار عم بيكلم بلاطوس نعم أنا ملك لكن مملكتي ليست من هذا العالم ليست مملكة أرضية لو كانت ديانتي أرضية ومملكتي أرضية شيء طبيعي كان كل الخدام والجيش والحرس كل رح يجاهدوا ويحاربوا في سبيل الله حتى إيش لا أسلم إلى اليهود لكن باختصار قالها مملكتي ليست من هذا العالم بالحقيقة أحبائي المسيح وهذا الشيء اللي بيزهلني في بستان جات سماني جاء الآلاف على يسوع المسيح من الجيش من العسكر من خدام الهيكل من جمهور كلمة جمهور يعني عدد غفير صعب نحصي العدد وجيين على شخص واحد جاءوا في لبستان جات سماني ويهوذة الإسخريو تأعطى علامة إنه الشخص اللي بيقبله وقال يسوع يا صاحب لماذا جئت يا يهوذة أبي قبلة تسلم ابن الإنسان وبطرس بهاي اللحظة الصحية من النوم عم بفارك بعينيه يا سيد أنا أضرب كان معا خنجر وراح خبط واحد ضرب عبد رئيس الكهنة ملخس ولاحظ في هاي اللحظات إنه المسيح مع إنه ذاهب للصليب وبخ بطرس وقال له رد سيفك إلى غمده الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ أو بالسيف يهلك لاحظ الكلام يعني في اللحظات الحاسمة في آخر اللحظات وهو على الأرض ثم قال هذه العبارة انتبه لإلهة أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا وكلمة جيش هون تتكلم على أعداد غفيري بالآلاف وعشرات بالمئات الآلاف جيشا من الملائكة حبائي بتذكر لما ملاك واحد لما جاء سنحريب وحاصر أورشاليم وصلى الشعياء النبي وصلى الملك حزقية لما نشر كلام المعيرين أمام الرب وفعلا الرب أرسل ملاك تخيلوا ملاك واحد قتل 185 ألف جندي فإذا إذا تخيلنا كل ملاك كم وحطينا كل ملاك بيقتل 185 ألف يعني الأعداد في المليارات ممكن الملاكة فيسوع بقول لبطرس يعني أنت مش شايف المخطط الإلهي والمشورة الإلهية وقال لي بيلاتوس لكان خدام يجاهدون بالروح بالدم اللي منسمعه التعبيرات في الشرق الأوسط وعم بيوبخ بطرس بقول لأنا مش يعني ممكن أرسل مليارات من الملائكة اللي تقضي بنفخة واحدة أو بالأحرى يسوع بنفخة واحدة ممكن يخلص على كل الأعداء لكن ليس لهذا الغرض جاء المسيح لأنه قال مملكتي ليست من هذا العالم ثم قال أيضا أحبائي كلمة كتير كتير مهمة اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق يعني هم مش تكلم لا عقتال ولا عنف ولا حرب ولا احتلال ولا غزو ولا تشريد ولا قهر ولا اختصاب ولا سرقة اطلاقا اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون دائما أنا بقول المسيح مش جاء على الأساس يبني الصيد ولا جاء على الأساس يبني شعبية بالعكس كتير رجعوا من وراء يسوع المسيح لأنه أعطاهم الخيار وقالوا هذا التعليم الصعب فإذن أحبائي الرب يسوعا بيتكلم بكل وضوح فإذن ما هو الجهاد الروحي أو الجهاد المسيحي اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس واسمح لي هيك بشكل سريع أنا عاوز أتكلم عن عشر أمور اللي بتختص في موضوع الجهاد الروحي أولا أحبائي إنه جهاد في الحرب الروحية لأنكم وإن كنتم تسلكون في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون فإذن مش معركة أرضية ومثل ما قال في أفسوس إصحاح 6 والآية 12 فإن مصارعتنا يعني جهادنا ونزاعنا وحربنا وجهادنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السمويات مشان هيك المسيح أعطى المأمورية وقال أعطى السلطان إنه يشفو المرضى وأن يخرجوا الشياطين فالحرب هي حرب روحية مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السمويات ثم أحبائي إنه جهاد الإيمان الإيمان الحسن أنت عارب بالإيمان نسلو وبالإيمان نواصل مسيرة حياتنا اسمع ما قال الرسول بولوس لابنه تيموثاوس جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياء الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين إنه جهاد الإيمان في الحياء إحنا كمسيحيين عم نسلك بالإيمان لا بالعيان تعرفوا موسى ترك مصر غير خائف من غدا بالمدرق لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى ثم يقول الرسول بولوس ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية وأما الأمور التي لا ترى أبدية فإذا واضح أحبائي السلوك بالإيمان في نظرة روحية سماوية إلهية اللي بتتخطى النظر إلى هذا العالم الشرير الفاسد والهالك أيضا إنه جهاد الإيمان الحسن شيء ثالث إنه الجهاد في الخدمة والكرازة أيضا الرسول بولوس قال لتيموثاوس صحاح 4 آية 2 رسالته التانية اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عذ بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات بولوسط ما بيتكلم عن الخدمة وعن الهدف اللي أكمله قال قد جاهت الجهاد الحسن آية 7 أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا في أكليل في مكافآت أحبائي لخدام الإنجيل اللي بيكرزوا بالكلمة ثم أحبائي الشيء رابع إنه جهاد الجندية المسحية الكتاب بطالبنا إنه نعيش حياة الجندية لكن مش الجندية الأرض مع إنه بولوس بيتكلم عن الحرب الروحية وكان يعني هو في السجن عم بيطلع على الجند الروماني وبيتكلم عن أنواع الأسلحة لكن بيتكلم بشكل روحي لاحظ ما قال الرسول بولوس إنه جهاد الجندي المسيحية فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده بالنسبة للرومان الجندي هو جندي كل حياته لا يرتبك بالأمور السياسية وأعمال الحياة الدنيوية عايش في غرض واحد إنه يخدم الوطن وإن يكون جندي صالح للقائد مشان هيك أحبائي كان مهم جدا بيتكلم عن حياة الولاء والانتماء والطاعة والخضوع الكامل للقائد بس لاحظ أحبائي في في أي يعني في أي خمسة مكتوب وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا وهون طبعا بيتكلم يعني بيتكلم عن الرياضة بس بيتكلم هون في السياق الحديث الجندية الجندية المسيحية هو الجندي اللي فعلا حاطت هدف إنه يحمي الوطن ويكون مطيع وعنده ولاء للقائد قال الرسول بولوس ولكني ولكنني لست أحتسب لشيء ولنفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله هذه هي حياة الجندية حياة الجهاد في الجندية ابقوا معي أحبائي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجهاد الجهاد الروحي الجهاد في المسيحية خلينا أتكلم عن كمان نقطة قبل ما أبتدي أخذ مكالمات إنه جهاد السباق والرياضة مكتوب في آية خمسة وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا تعرف حبائي هم يتكلم عن الرياضة وبتعرف في كورنتس الأولى صحاح تسعة من آية 24 بقول الجميع يركدون لكن أركدوا لكي تنالوا الجعالة يعني الجائزة المكافأة بيتكلم عن الألعاب الأولمبية اللي كانت تحدث في مدينة كورنتس بس بيستكمل الآية لاحظ ما يقول في الإصحاح تسعة بآخر آية وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء لا مجال للدلع لا مجال أي شيء أنا بعرف أنا كنت رياضي سابقا ولما كنا نأخذ التدريبات التدريبات شاقة جدا وكان يقولوا عالج الألم بالألم يعني دائما خد خطوة زيادة أكتر حتى لو تقلمت على أساس أنك تصل للغرض أنك تنصر في الحلبة تنصر على الخصم بتاعك بس هذا بيتطلب جهد وجهاد بيتطلب عرق بيتطلب جد وكد واجتهاد بيتطلب حزم وعزيمة وجزم بيتطلب ساعات طويلة تحرم نفسك من أشياء وتبتدي بساعات مبكرة حتى تصل للهدف للغرض عندما تدخل الحلب أنا كنت ملاكم كان عندنا شيء واحد وهدف واحد أنه تضرب الضربة القادية فهم بقول كل من يجاهد يضبط نفسه في حياة ضبط النفس تتحكم بحيث أنه تقدر يتواصل في هذا الموضوع جهاد في الصباق والرياضة هاي الكلمة اللي ذكرتها ثم أحباء شيء سادس الجهاد لدخول الراحة شعب إسرائيل فشل أنه يدخل الراحة باختصار في العبرانيين إصحاح أربعة آي 11 فلنجتهد إحنا أنا وأنت فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لأن لا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها كانت المشكلة العصيان والتمرد وعدم الإيمان لعدم الإيمان لم يدخل الراحة لأنه قال يسوع ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه إذن يا إخوتي أو يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي لاحظ الكلام تمموا خلاصكم بخوف ورعدة في جهاد استكمال هذا العمل ثم الشيء مهم جدا في الكتاب وهذا طبعا لب القصيد الجهاد ضد الخطية الجهاد ضد الخطية خلينا أقرأ من رسالة إلى العبرانيين من الآية الأولى لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله في آية ثلاثة شو بقول فتفكروا في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم في آية أربعة لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين مجاهدين ضد الخطية مجاهدين ضد الخطية أحبائي الكاتب يشجع برسالته إلى العبرانيين يشجع العبرانيون على مواجهة الاضطهاد وعلى الصبر والاحتمال وعلى التمثل بسحابة الشهود اللي ماتوا من أجل المسيح مثل يعني في ستيديوم عم بتفرجوا علينا ثم يشجع على النظر إلى رئيس الإيمان إلى يسوع المسيح وكم احتمل على الصليب من أجلك ومن أجلي احتمل الخزي والعار والألم وإنه بعدين في آية أربعة بالحقيقة بالواقع بقول في الواقع أنتوا بعدكم أصلا ما وصلتوا إلى حالة الدم يعني الموت يعني ما وصلتوش إلى حالة الاستشهاد كما حدث مع استفانوس شهيد الأول في المسيحية في أعمال سبعة أو كما حدث مع يعقوب الرسول في إصحاح دعش أو كما حدث الاضطهاد في أعمال تسعة الآية الأولى وأعمال اتنين وعشرين وأعمال ستة وعشرين آية عشرة فإذن فيه كان اضطهاد شرس والعبرانين ابتدأوا يتراجعوا هل الأمر بيستاهل بيستحق أنه لضلنا في المسيحية فبيتكلم عن سمو ورفعة وتفوق المسيح على كل شيء وأنه بالحقيقة أنه يسوع هو مثالنا هو صابق لإلنا هو بديل عننا اتمثل من الناس اللي ماتت أصلا من سحابة الشهود حتى لا تكل ولا تخور أنظر إلى رئيس الإيمان وبالحقيقة سدلون نحن اليوم بعدنا لو وصلنا فكرة الدم والاستشهاد من أجل يسوع المسيح أنا بتكلم كما كان في مقارنة بالكنيسة الأولى فالخطية هي مشكلة المساكل وهي اللي سببت الارتداد والخوف وعدم الإيمان للعبرانين شيء تام من أحباء الجهاد في الصلاة أعظم مثل هو ربنا يسوع المسيح في بستان جتسماني اليوم عنا في القدس بيسموه بستان النزاع بستان الصراع بستان الجهاد بستان قات شمينيم معصرة الزيت بستان أحبائي الجهاد لحظ ما قال يسوع يا أبته إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن عم بصارع ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك في آية 44 في لوق 22 قائلا إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه قطرات دم نازلة على الأرض من كتر الصراع والنزاع كأنه أنا مش طبيب يعني سمحوني إذا غلطت من ناحية الطبية بس كأنه في عروق هيك صغير شريين من كتر الشد بتتفجر أوكي وصار ومع تسجت بالعرق فصار العرق ينزل قطرات دم فهذا بيتكلم عن نزاع عن صراع عن بجاهد في الصلاة أن تجيز عني هذه الكأس ولكن أنا أجيت لهذا الغرض لتكن لا إرادتي بل إرادتك إن هذا الجهاد هو جهاد الصلاة أحبائي تعرفوا في منقرأ عن واحد في العهد الجديد اسمه أبافراس أبافراس كان صديق وخادم وعامل مع الرسول بولوس بقول الرسول عن أبافراس يسلم عليكم أبافراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد شوف الكلمة مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله إنها صلاة اللجاجة إنها صلاة المثابرة إنها صلاة عدم التزحزح بل الثبات حتى يأخذ الطلبة يعني بتذكرني في يعقوب في العهد القديم عندما تصارع مع ملاك الرب وقال هذه العبارة لن أطلقك إن لم تباركني إنها الصلاة بدون انقطاع إنها الصلاة بدون أي ملل ولا أي كلل إنها صلاة التوقع إنها صلاة المحاربة الروحية لأجل الحصول صلاة الجهاد لأجل الحصول على الاستجابة ثم أحبائي نمرة تسعة الجهاد في النمو والنضوج في الفضائل المسيحية رح أقرأ يعني لاحظ عن هاي الفضائل المسيحية في بطرس وهم بقول في نمو في نضوج بهذه الفضائل المسيحية من آية خمسة بطرس الأولى بطرس التاني صاحل الأول ولهذا عينه لاحظ الكلام وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا يعني ضبط النفس وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه إن كانت فيكم وكثرت يعني ازدادت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح لأن الذي ليس عنده هذه ما عندهش هذه الفضاء المسيحية هو أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطياه السالفة ما فيك تقول أنا مسيحي وأنت مش عم بتجاهد الجهاد المسيحي أنك تتنمو حتى تتشبه بالرب يسوع المسيح بأي عشرة بقول لذلك وبالأكثر بالأكثر اجتهدوا أيها الأخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لأنكم لاحظوا الكلام إن فعلتم ذلك لن تزل أبدا ثم أحبائي أخيرا جهاد القداسة في انتظار مجيء الرب مكتوب أحبائي لا يطباط الرب عن وعده كما يحسب قوم الطباط لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة في آية 14 أحبائي في بطر ستاني ثلاثة لذلك أيها الأحباء بعد كل هذا السر إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام واو قداسة كاملة لكن اللي بتخللها حياة السلام بقول احسبوا أنا ربنا خلاصا يعني بكلمات مختصرة أن نعيش في سيرة مقدسة وتقوى لتوجد عنده بلا دنس وبلا عيب في سلام من هنا عزيزي أنا عاوز أختم بهذا الشيء قبل ما أخذ المكالمة بتشوف لا توجد أي آية واحدة من كل الآيات اللي صرتها تدعو إلى جهاد للعنف أو القتال أو القهر أو الاستباحة بل بالعكس كلها آيات تدعو لإنكار الذات لكره الخطي الجهاد ضد الخطي والموازبة على الصلاة بجهاد وتوقع وأن نتشبه بالمسيح الكامل ونسلك بالحياة الأخلاقية الكاملة على هذه الأرض تعتبر جهاد وصراع ينبغي أن نجاهد كل يوم من أيام في حياتنا لنتشبه بالرب يسوع المسيح تذكر أن السر الحقيقي في موضوع الجهاد المسيحي هو المحبة حباء المحبة يعني ما في كلمة أقوى من المحبة وإذا لا يوجد عندي محبة فلا أستطيع أن أفعل أي شيء من كل اللي ذكرتم ممكن تجاهد ممكن تعمل اللي تعمله إذا ما عندك محبة كله فاضي شيء تاني مفتاح تاني الثقة في الرب هو المفتاح للحياة المثمرة نحية حياة الطاعة الكاملة والانتماء والولاء الكامل لرب المجد يسوع المسيح خليني أخذ في هذا الوقت مكالمات وأنا بشجعك أنك تتواصل إذا عندك مداخلة الأخت فريال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت فريال ألو أخي نزار سلام نعمة المسيح معاك سلام المسيح أنا أشكر الرب عليك وعلى كل البرامج اللي بتقدمه برنامج أروع من الآخر الرب يباركك ويباركك أخي نزار نشكر الرب إحنا في الإيمان المسيحي ما عدنا الجهاد في سبيل الله لأن الله ما يحتاج إلى ناس يدافعون عنه لكن هو اللي دافع عننا كما قال في الكتاب المقدس أقاتل عنكم وأنتم تصمتون أما الجهاد في متى إصحاح 24 عدد 43 قال الرب يسوع المسيح بسمه الطاهر إسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم أي كونوا على استعداد دائما لمجيء الرب يسوع المسيح له كل المشد وبالنسبة للإفتشهاد يا أخي زار أيضا نشكر الرب إحنا ما عدنا نروح نقتل للناس حتى ندخل إلى الجنة لكن الإفتشهاد أدنى اللي موجود هي المرقص عدد 13 يقول الرب يسوع المسيح له كل المشد وتكونون مبغضين من الجريع من أجل اسمي يحبونا ويكرهونا ويصهدونا وحتى يصل إلى القتل وتهديم الكنائس غيره وغيره لكن ماذا يقول له كل المشد ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فيخلص فهو هذا الإفتشهاد من أجل المسيح مثل ما استشهدوا التلاميذ ورسل وأيضا ما حدث أبسط لتاليا أخي زار الواحد وعشرين قبطي في ليبيا لما انقتلوهم وما انكروا إيمانهم بالرب يسوع المسيح واستشهدوا في سبيل إيمانهم نشكر الرب على هذه التعاليم السامية شكرا أخي زار والرب يباركك ويحفظك شكرا كتير أخت فريال هو أنا بس ما أردت أن أظهر أنه من كل هاي الآيات لا يوجد أو لا توجد آية واحدة في العهد الجديد تدعو إلى القتال والاستشهاد والموت والتحريم والاستباحة والصرقة والقتل والجهاد والغزو بالعكس قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم يعني مملكة أرضية لكان خدامي يجاهدون جهاد لكن مملكتي ليست من هذا العالم فهي حياة إنكار الذات وقمع الجسد هي حياة الصلاة يعني الجهاد في الصلاة صلاة هون مش يعني صلاة خمس عشر دقائق الجهاد في الصلاة احنا شفنا مثل يسوع المسيح من الجهاد في الصلاة أنه العرق ابتدى ينزل قطرات دم على الأرض وهذا اندل على شيء بدل على الصراع والنزاع من أجل الآخرين من أجل الصلاة لأنه إن المسيحية انتشرت من خلال السلام والمحبة والغفران من خلال رسالة الإنجيل آمنوا بيسوع المسيح وواجهوا الاضطهاد وأشد العزبات والألام وبالعكس افتخروا بيسوع المسيح وهذا هو التاريخ اللي بشرف فعلا بنرفع راسنا في يسوع المسيح أخذ مكالمة تانو على فكرة المجال مفتوح لأي شخص فيك تتواصل عن طريق الهاتف الأرقام أمامك عن طريق السكايب أو فيك تتواصل حتى في رقم للواتس أب منحبة نسمع منك تتواصل إذا في عندك مداخلة أو أي تعليق في هذا الموضوع أهلا وسهلا أبو مهند انت معانا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات تحية محبة للأخ والقديق الحبيب نظار شهيد أهلا وسهلا أبو مهند تفضل جهاز جهاز جفاء مبكر يجب أن يكون عندنا دائما جهاز جفاء مبكر يا رب بالغدا تسمعه طوطي لأن كل مؤمن مسيحي متورط يوميا في حرب روحية أجناد الشر الروحية في السماويات كما وردت في أفاسو ستة ناش إن كنا نطلب الرب فلا شك إن إبليس سيطلبنا لذلك علينا أذن ننتظر مهاجمة إبليس لكي نفتر بالدفاع عن فوسنا أو ما هي الطريقة المتوفرة بين أيدينا لكي ننجو من ضراث ذلك علينا أن نطلب الرب في كل صباح عالمينا يقينا إن إبليس خصمنا كأسد دائر يجول ملتمسا من يفترعه في إرسالة فترس خمسة ثمانية داود النبي كان يلتمس وإشار رب ذاكرا في كل صباح كما نراه يطلب منه أن نحفظه ويساعده في كل خطواته خطوة من خطواته حياته ودعونا نبدأ كل يوم جديد مدركين حاجة نحسة لمقابلة الرض أولا أن الاستعداد لهذه المعركة الروحية هي الطريقة الفضلة لمواجهة العدو وهجمات المفاجئة انهضوا يا مؤمنين عاربوا جند الشهد إن فأذي العالمين قد دعاكم لهذا أبدأ يومنا نهارنا ونحن لابدين انتلاح الله الكامل وشكرا جزيلا أبو مهند حبيبي ربنا يباركك يا أبو مهند شكرا جزيلا ربنا يباركك وطبعا بسمي إنجيل استعداد السلام استعداد إنجيل السلام ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام مبشرين بالخيرات فإذن هذا هو إنجيل السلام صنع الخير صنع السلام نشر المحبة والمسامحة والغفران أعزائي ابقوا معي رح نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة هل تشعر اليوم بالوحدة؟ هل عندك مشكلة عائلية؟ لربما تمر بأزمة صحية أو تحدي مادة شديد فريق الصلاة والمتابعة في غدمة نور لجميع الأمم على أتم استعداد أن يقف معك ويساندك ويصلي معك ومن أجلك ويجيب على أي تساؤل أو استفسار لديك لا تتردد ارفع صماعة التلفون الآن واتصل بنا على الأرقام التالية من جميع أنحاء العالم 1-905-335-1534 أو على الرقم المجاني 1-800-280-3288 من أمريكا 301-551-7642 من مصر 0122-026-6607 من لبنان 70-188-412 من المغرب 067-960-0709 من الجزائر 055-460-2031 من أستراليا 2-800-557-45 من فرنسا 176-64-1295 من إنكلترا 203-002-5921 أو اتصل بنا مجانا على skype lfam.noor أو يمكنك الاتصال عبر الواتساب والفايبر على الرقم التالي 1-905-281-44280 أو أرسل لنا رسالتك على الإيميل www.lfan.com كما نشجعكم على زيارة موقعنا على الإنترنت www.lfan.com لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا بالفيسبوك وكذلك قناتنا على اليوتيوب وفي انتظار تعليقاتكم ورسائلكم والرب يبارككم أهلاً أحبائنا مشاهدينا مرة تانية الموضوع عن الجهاد الروحي الجهاد في المسيحية ومثل ما شفتم من كل هذه الآيات لا توجد آية واحدة تدعو إلى القتل أو العنف أو الجهاد في سبيل الله كأننا ندافع عن الله ولا فيها دعوة للاستشهاد أن نموت من أجل الله قال رسول بولوس لأن لي الحياة هي المسيح والموت ربح فإذن من الأسهل أن يموت الإنسان من أن يعيش للمسيح الحياة مع المسيح أحبائي تتطلب جهاد وتتطلب نمو وتتطلب مثل ما يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة وهي حياة استمرارية مثل ما سمعنا من الأخت فريال والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص خليني عوز أخذ مكالمة الآن من الأخت رشا الأخت رشا معانا على الهوى أهلا وسهلا أخت رشا أنت معانا تفضلي الأخت رشا أيها أهلا أهلا أخي نزار وسلام لكل الناس اللي بتشاهدنا النهاردة موضوع الجهاد ده موضوع مهم جدا جدا بصراحة أنا عملت مقارنة ما بين الجهاد في المسيحية وما بين الجهاد في الإسلام لأننا من خلفية إسلامية زي ما كل الناس عارتنا لقيت إن في المسيحية ربنا بيخلينا نريحة كل يوم علشان نقدم رسالة المسيح الرسالة اللي فيها الحياة اللي فيها تقديم الزات و و و إزاي إن إحنا نتنازل عن إحتياجاتنا ونتنازل عن آه آه الأفكار بتاعتنا وتتحول حياتنا إلى شهادة بتعلن شكل المسيح بنعلن قد إيه المسيح إله محب أحبنا إلى المنتهى وأصر مجالته لأجلنا لكن الشهادة في الإسلام مختلفة تماما الشهادة هنا الإنسان بيقدم نفسه عشان ربنا يتمجد عشان ربنا يعيش عشان ربنا آه يبقى مبسوط منه إزاي أنا أعيش هذه الثقافة ثقافة الموت ما بين الإسلام والمسيحية فرق هائل ثقافة الحياة في المسيح الذي مات لأجلنا لكي يعطينا حياة وحياة أبدية معه وما بين ثقافة الإسلام اللي هي أنا أموت من أجل هذا الإله علشان أحاول أحمي هذا المعتقد هل الله غير قاد على حماية معتقداته على حماية كلماته كم مرة اتحجمت المسيحية والله كان يدافع عنا ونحن نطامته كم مرة اتحاجم المسيح نفسه والرب الناس اللي هجموه اتقادهم وغيرهم وصاروا مبشرين بالكلمة ثقافة الحياة مع المسيح الذي يعطي الحياة في الناس الذي يغير الإنسان داخليا الذي يجعل الإنسان لا يحيا من أجل نفسه بل يجعله يحيا من أجل الآخرين ويجعله سورة مصورة في المسيح وما بين ثقافة ثقافة الموت اللي أنا بروح أفجر نفسي ولا الإنسان اللي ما لياش أي كنترول على 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 عمري أنا مش من حقي إن أنا أموت نفسي أنا بروح كمسلم أقتل نفسي علشان ربنا شتان ما بين الاتنين وأشكر الراب الذي غيرني ونقلني من سلطان الظلم من ثقافة الموت إلى ملكوت ابن محبته إلى الحياة مع المسيح إلى الأبد وأنا اليوم لو أنا غمضت عنايا هنا على الأرض أنا آثق إن أنا ليه حياة ودية مع المسيح وآثق إن أنا هكون في السماء معاه مش هقف ما بين الجنة والنار ما فيش حاجة اسمها صورة مستقيم ما فيش حاجة اسمها ميزان يوزر حسناتي وسيئاتي لكن في حاجة اسمها دم المسيح بقدمه ليك النهاردة أخويا المشاهد دم المسيح دم المسيح هيسهارك من خطياتك دم المسيح هيشيل الخطايا والزنوب اللي على كتابك دم المسيح هيغير حياتك وهيحولك من إنسان ميز إلى حياة أبدية تحياها مع المسيح تحيا حياة أبدية مع المسيح شكرا لك وسأسها جدا على الإطالة لا بالعكس يا أخت رشا احنا كتير كتير فرحانين ربنا يباركك وربنا يستخدمك وإن شاء الله نشوفك معنا عن قريب هلوباء هذا ينتهي لكن خلي بالك من نفسك أختي والرب يستمر باستخدامه واستثماره في حياتك طبعا كل إخوتي أخواتي المشاهدين أنتو بتعرفوا الأخت رشا رشا نور هي ضيفة مش ضيفة على البرنامج هي جزء بتشاهدوها من فترة إلى أخرى ربنا يباركك أختي رشا وشكرا شكرا على المداخلة الحلوة ربنا يكون معك ويستخدمك إخوتي وأخواتي مرة تانية بحب أكرر أن الجهاد في المسيحية هو جهاد ضد الخطية وهو جهاد الصلاة أنا أواصل وأواظب على الصلاة اللي فيها أنا مثل ما بيقول الكتاب عالمين هذا أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية أو كما قال الرسول بولوس وأما من جهة فحاشة لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم خلاص العالم اتصلب ما عنديش أي اجتهاء لهذا العالم ملزات العالم مصرات العالم غناء العالم ممتلكات العالم لأنه عارة الجهاد العسكري والسياسي والديني فيه ربح فيه سبايا فيه ممتلكات فيه ما فيه ما فيش داعي أنه أتكلم في الموضوع لكن بالنسبة للمؤمن المسيحي كما قال بولوس مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي من كتر محبة يسوع المسيح مثل ما سمعنا من أختراشه من محبته الشديدة ما طلبش إنه الناس تموت من أجله بالعكس هو المبادرة زمام المبادرة منه هو كلمة الله جاء في ملء الزمان ومات من أجلك ومن أجلي على الصليب أسلم نفسه لأجلي لكنه قام من الأموات هزم القبر والموت والجحيم وعطانا حياة أبدية ورجاء للحياة الأبدية مشان هيك إحنا منعيش منقمع الجسد والشهوات والملزات مثل ما مكتوب أيضا مع المسيح الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات فإذن أنا بجاهد ضد الخطيئة واحدة من المشاكل الكبيرة هو الأنا لما بتصلبها وكل يوم بتصلب ذاتك مع المسيح أنت بتستمر في الحياة المسيحية في السلوك المسيحي والنضوج والنمو في الفضائل المسيحية اللي محتواها وفحواها هو المحبة لأنه المحبة هي كل شيء اللي بتخلينا نعمل كل غالي وكل ثمين وكل نفيس في هذه الحياة من أجل يسوع المسيح لأنه منحبه من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس أحبائي يمكن اليوم إتي ما أخذت هذه الخطوة حتى يكون عندك النعمة لأنه بدون المسيح استحالة إنك تجاهد وإنك تعيش للمسيح فالعملية بتحتاج إلى ولادة جديدة تغيير من فوق ولادة روحية إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو هذا الكل قد صار جديدا مش عملية إصلاح ولا الترميم ولا عملية أعمال بندش فيها هي عملية خلق جديد وتغيير طبيعة جديدة وأكون في المسيح ومع المسيح أتمتع بالحياة الأبدية بحب أسمع منك الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر